السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك يميل بعض الناس إلى قلة الحركة أثناء شهر رمضان الكريم وبالذات النساء للتخلص من الصعورات الحرارية الإضافية وللمحافظة على النشاط ينصح بموارسة رياضة المشي يوميا بعد تناول الإفطار بساعتين لتسمح ببعض الوقت لهضم الطعام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صم وأفطر وقم ونم فإن لجلستك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا إذا كنت معتادا على ممارسة التمارين الرياضية يمكنك أن تقوم بممارسة الرياضة قبل موعد الإفطار بساعة ولكن احرص على أن تشرب كمية وفيرة من السوائل عند الإفطار وتناول طعامك ببطء لكي تعود المغذيات الضرورية لجسمك شكرا لمتابعتكم من فضلكم اشتركوا في قناتي وتابعوني غدا بفيديو جديد تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال شكرا لكم